يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والنهاردة الأهلي كان رقم عشرة النادي الأهلي النهاردة هو الورقة الربحة هو الرقم الصعب مش النهاردة بس النادي الأهلي على مدار تاريخه هو الرقم الصعب على أي منافس كان الرقم الصعب على لعبة عالمية لعبة مش عالمية منافس تقيل مش منافس تقيل 105 مليون يورو كيمة تسوقية والاهلي 30 مليون يورو كيمة تسوقية بس هو ايه؟ هو الاهلي ما تهزرش مع الاهلي دي القعدة ما تهزرش انا بحترم جدا الهزار في الكورة بالمناسبة وما عنديش حالة العصبية او التعصب بتاع لما الناس تهزر نقول ازاي هزر والكلام ده كله بس الاهلي لما تهزر معاه انت خسران خسران ايه؟ خسران جول والتاني والتالت وهو طواعية النادي الاهلي رأفة بحال المنافس يكتفي بسلسة النادي الاهلي كعدته كان عظيما اليوم كعدته ولو تفتكروا من يومين في نفس المكان قلت لكم اول جملة قلتها في الحلقة ما تقلقوش الاهلي ما يتخافش عليه الاهلي دايما يتخاف منه الاهلي هو اللي يتخاف منه والناس تعمل حسابها كويس قوي ليه؟ عشان ده الاهلي ده الاسم الكبير ده الاسم العظيم ده كبير الوطن العربي كبير القرى الافريقية برضو مرة اخرى مش بقولها يعني منظرة انا بقول التاريخ انا بقول الارقام انا بقول انجازات عديدة وعظيمة بقول مواقف صعبة دايما كان فيها النادي الاهلي ودائما وابدا النادي الاهلي بمن حضر النادي الاهلي في اي ظروف هو النادي الاهلي يخوف اي منافس الاهلي النهاردة كان عالمي كعدتوا يعني مش حاجة غريبة عن النادي الاهلي النادي الاهلي النهاردة من اول ييقى في المباراة داخل هو بيقول لا لا انا الكبير انا الكبير انا اللي يتخاف مني ما يتخافش علي انا اللي يتخاف مني ما خافش انا من حد مبهرة جماع